نفرتيتي بقى وضعها مختلف شوية ونفرتيتي حكايتها حكاية كبيرة جدا يعني اكبر من حجر رشيد اول حاجة انه سنة 1905 مصر كان اللي ماسك مصلحة الاثار فيها تحت وزارة الاشغال كان اسمه ماسبيرو اللي احنا النهار ده في المبنى ماسبيرو واللي تسمى المتحف باسمه ماسبيرو كان عنده لجنة اسمه لجنة المصريات في واحد مشي منها فرح جاب بورخارت يبقى ضمن لجنة المصريات سنة 1905 بورخارت كان علم اثار فقاعد في ويف لجنة الحفاظ على الاثار يعني هو مفروض انه كان بيدفع له فلوس من الحكومة المصرية عشان يحافظ على الاثار المصري ويطلع له فعلا بكده احنا عندنا القرار اللي اطلع له سنة 1905 في دار الوسائق القومية بيجي فيه تاجر اطل اسمه جيمس سايمون جيمس سايمون كان يهودي وكان مهتم انه يعمل الدويتش اوريانتلش جزالشافت او المعهد الالماني للدراسات الشرقية ويملاه طبعا اثار ويشتري اثار من المناطق المختلفة وعشان كده راح جاب بورخارت ده يشتغل وكيل لي في مصر انه يحفر ويجيب اثار لمتحف برلين في نفس الوقت ده بورخارت كمان بقى رئيس المعهد الالماني في مصر فبقى بورخارت لابس تلت برانيت او اللي احنا بنسميه تضاره بمصالح هو في لجنة الحفاظ على الاثار المصرية بيشتغل وكيل تاجر القطن اللي اسمه جيمس سايمون وكمان رئيس المعهد الالماني للاثار فبياخد تصريح ويشتغل يحفر في تل عمرنا وفي سنة 1912 في نوفمبر افتكر 12 نوفمبر بيلاقي راس نفرتيتي وبيخبيها وحتى فيه صور تصورت يوم ما لقاها في الموقع بيخبيها بيحصل محضر الاسمه في يناير 1919 طبعا مصرين ما كانوش متواجدين لانه كان فيه احتكار لإدارة التراث بتاعنا من قبل الفرنسيين وبعد كده من قبل الفرنسيين والانجليز اللي بيشرف على محضر الاسمه راجل فرنساوي اسمه ميسيول فافر وما بيشوفش راس نفرتيتي دي وهو برخر بيدلس على خروجها فبيكتب انها رأس لاميرة من عمرنا بتسافر هناك وبرخر طبعا عارف انه عمل عملة فبيخبيها خالص ولكن في 1913 بينشر مقال صغير جدا بصورة من الجنب ما تبنش ابيض واسود طبعا ما كانش فيه لسه التصوير بالالوان بيحصل بقى انه بتقوم الحرب العالمية الاولى فما بيجيش بورنقارت مصر سنة 1922 مصر بتكتشف مقبرة توت عن خامون وطبعا كان فيه خناقة امبريالية بين بريطانيا وبين المانيا فالمانيا بتضغاز انه بريطانيا اكتشفت مقبرة توت عن خامون وكان في ذهنهم ان الاثار كلها تروح المتحف البريطاني فبيقوموا مطلعين راس نيفرتيتي ويعرضوها طبعا مصر بتعرف ناس كتيرة بيبعثوا يقولوا بقى كان ميسيو ماسبيرو ميشي وكان جاي مكانه راجل فرنساوي تاني اسمه بير لكو بتبتدي بقى مفاوضات كبيرة جدا كان ساعتها سفير مصر في برلين اسمه حسن ناشقة بيشا بيبعث هنا الوزير الخارجية ووزير الخارجية يبعث ورق رايح ورق جاي في مفاوضات طويلة جدا من الحاجات الاناحة في المفاوضات يعني انا دي لسه مكتشفها قريب وستطلع في بحث علمي بنشوره انه جيم سايمون التاجر اليهودي بتاع القطن كتب في الوصية بتاعت اهدائها كانت عنده في البيت لان دي كانت ملكيته الخاصة لما اهداها المتحف برلين اهداها على شرط انه لو مصر طلبت راس برلين لازم ترجع يعني ده موجود في الوصية في الوصية بتاعت جيم سايمون اللي اهدى بيها راس نفرتيتي لبرلين يعني هم سرقوها من ناحية وبعدين هو حس ان هي جميلة جدا انه ما ينفعش ان هي تعود في برلين يعني ليه جايد انه هو يقول انها تعود الى بلدها ولكن طبعا لانه كتنازية بقى ابتدت تاخد حجمها في برلين في الوقت ده وفي المانيا كتموا طبعا على الخبر وهو بورخارت و جيم سايمون ما بقاش ليهم صوت لانه طبعا هما الاثنين كانوا من اصل يهودي والمتحف حاول المحاولات المستميتة انه الرأس ما ترجعش دكتورة مونيكا رأس نيفرتيتي هل يعني نطمع انها فعلا ممكن تعود لمصر ان شاء الله هترجع انا يعني من اكتر الجوابات اللي انا بحبهم جدا في دار الوثاق القومية هو جواب من محمود باشا فاهمين نقراشي للحلفة سنة 1946 اللي بيقول فيه انه رأس نيفرتيتي خرجت بسبب تدليس مبني على القوة اللي كان بيدعمها هتلر لانه في مفاوضات 31 بعد ما كان ساعتها الملك فؤاد عايز يرجع الراس عشان عيد التجليس او عيد ميلاده عيد ميلاده ولكن بعد ما المتحف بيوافق هتلر بيعمل فيتو لانه كان عايز يعمل متحف اسمه اوروبا ويحط فيه رأس نيفرتيتي ويقول لك انه وقع في غرامها وانه اكيد نيفرتيتي كانت ملكة اصلها اري فهو برضو محاولة سرقة التاريخ ده زي اللي حاصل دلوقتي يعني ان الحضارة الفرعونية اصلها بالزبط هو الحركة بتاعت الافروسنتريك دي هي مرآة للحركة اليوروسنتريك اللي بتقول انه مصر القديمة اوروبية فقال لك لا ده مصر القديمة افريقية وهي مصر القديمة مختلفة عن الرؤيتين يعني حقيقة قلتي حاجة الحقيقة اول مرة بنسمعها يعني ان هتلر في يوم من الايام كان عايز يقول انه يعني يدوره يبحثه قايفه التاريخ انه هتلر تطلع اصلها الماني ان نيفرتيتي يطلع اصلها اري ايوة ده شيء غريب جدا حقيقي وده هو الفكرة بتاعة المتحف والتكنيز وانه دي تبقى حاجتنا وانه احنا نكتب تاريخ يقول ان دي بتاعتنا هي كان في الحقيقة انه نيفرتيتي مصرية سعودية من تل عمرنا من ملوي يعني